دكتور خليط في البداية عاوزين نعرف من حضرتك إزاي التغيرات المناخية تؤثر وتنعكث أو تلقي بظلالها على أزمة الغذاء تحديدا خلينا في البداية نحيي سيادتك لأن أنا استمعت للحديث في افتتاح الحلقة وهذا الوعي نحن محتاجين إعلام واعي بالفعل لأن الرأي العام مهم جدا وتعبئة الرأي العام هو دور مهم جدا للإعلام قضية التغير المناخي كما قلت سيادتك أنا المخصص كأستاذ علمبيها ليست قضية الساعة التغير المناخي قضية أكتر من 120 إلى 150 سنة نحن نتكلم ما بعد الثورة الصناعية 1850 إلى 1900 هذه التغيرات المناخية التي فشل قادة العالم على فترات كبيرة جدا للتصدي لهذه الكارثة المحققة أنا فاكر كويس أوي أن وزير البيئة الكندي في سنة 2004 قال كده بنفس اللفظ إذا كان العالم يحارب الإرهاب فأن التغير المناخي أصعب من الإرهاب إذا كان الإرهاب سيؤدي إلى 500 مليون لاجئ لا ده فيه مليار لاجئ سيحدث النظر للتغير المناخي التلوث البيئي ليس قضية محدودة لكن من يؤثر في أقصى الشمال يؤثر في أقصى الجنوب ومن يتأثر في أقصى الجنوب وهذا بالعكس ولذلك نشعر الآن في هذه الأيام بالتغيرات المناخية التي كانت عبارة عن حصيلة سنوات طويلة جدا من بعد السورة الصناعية فإحنا نهاردة الدول أنهي دول متأثرة وأنهي دول متأثرة العالم العربي والأفريقية كلها لا تتعدى 1% من حجم التأثر الذي يحدث في هذه الأيام سأنا ممكن أقول شيئا هنا أنا من وجهة نظري شايف أنه لا يوجد أحد يتأثر لأنه كل يتأثر ما أدرش لنا أعد دول هي التي تتأثر من التغيرات المناخية دول المؤثرة هي أكثر دول نموة مهونة بكلم ستك على أقصى الدول الدول التي أقصدها ضعيف لا يمكن أن تتصدى للتغيرات المناخية صحيح إحنا لو لم تكن هناك خطوات استباقية في الأمن الغزاء المصري وأنا بتكلم وأتحدث بالتحديد عن المحاصيل الحقلية الاستراتيجية وفي مقدمة الأمح لما كانت الدولة وعيت بقيادة سياسية في 2014 وهذه زيادة من مليون فدان نص إلى ثلاثة مليون نص كيف كان حلنا اليوم تتخيل لمليون فدان نص أمح يدوني ثلاثة مليون أردب إحنا احتاجتنا التعدى تمنتاشر مليون أردب إحنا لما قفزة الكبيرة جدا لأربعة مليون فدان وصلنا لغاية حداشر مليون أردب يعني عملنا تقطيع 62% كان زمننا دلوقتي بعد ثلاث أزمات أكثر ثلاث أزمات مرت على الكون كورونا وهي أزمة خطيرة ولنزال ما بين الدول والتواصل الانتهى نمرة اثنين الحرب الأوكرانية الروسية وهي سلة الغلال ثلاثة التغيرات المناخية اللي حدثت في السنوات الأخيرة لو لمصر كانت لديها سياسة والقيادة السياسية واعية كان حلنا النهاردة إحنا ندينا مخزون استراتيجي ست أشهر من الأمح نفس النظام إحنا بنقوله في محاصيل أخرى ذات أهميزات دورها لما تكلم الدورة السفراء إحنا لا نزال لا نزرع أكثر مليون فدان حصلتهم ثلاثة مليون أردب إحنا محتاجين 12 مليون أردب دور سفراء وعشان كده استراض الغلال الخاصة بتغذية الانتاج الدرجني هو ده العمل الارتفاع الرهيب في أسعار البيض وأسعار اللحوم المغالجة فإحنا عايزين فعلا إذا كان هناك اقتصاد قوي إذا كان هناك واعي من الشعب هيبقى تغير الوضع لكن الدول الكبرى لديها إمكانات كبيرة وممكن تتصدى بها للتغيرات الملاخية وأثارها القطيرة جدا